ادخلوا هذه القنية فكنوا منها حيث جئتم رضا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنسيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا لجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اذرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشر طعينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نسبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تمث الأرض من مقلها وقطائها وفومها وعدسها ومصنها قالا تستبذلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم واضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الذين آقلوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآقل وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم مقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فذل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين آقادوا منكم في السود فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فاجعلنا هان كان لما بين أديها وما خلفها وموعظ ذل المتقين وإذا قال موسى لقومه إن الله يأملكم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الآهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها مقرة لا فالد ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها مقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين